هنروح برضو نرجع لليد بس منتخب الشباب لليد كان بيلعب بطولة البحر الابد المتوسط اللي تلعبت في تركيا واللي خلصت امبارح الحقيقة اول امبارح يوم الجمعة لا لا اسف امبارح منتخب 2004 منتخب مصر طبعا كابتن مجد ابو المجد مدير فني المنتخب حقق المركز التاني في بطولة البحر الابد المتوسط انجاز كبير جدا كان الفاينال مع اسبانيا خسرنا 49 سيبكم لسكور في العمار السنية دي ساعة الدنيا بتروح وترجع وتفرجوا على تاني مطش بعد كده من اللعب مع اسبانيا مش هيبيه خلاص كده احنا بناخد خبرات عشان كده اتحاد اليد في حتة تاني ومنتخب اليد عمتا في حتة تاني المنتخب كان فاز قبل النهاء على منتخب كرواتي العنيد 21-19 طلع قبل في النهائي اسبانيا وخسر 1000 منهم مبروك 1000 منهم مبروك الحقيقة اليد دي عبقرية المنتخبات المصرية في كورة اليد انه مش بس بيعتمد على الفريق الكبير ولكن بس على الفريق الشباب والناشئين وبيشترك في البطولات الدولية بحق النتائج فاللعب بيطلع من تحت مستوي على المنتخب الكبير وتبقى سلسلة شغالة ما كان دايما شغالة ودايما منتخبات مصر كورة اليد النتائجها يعني رائعة اشترك في القناة